أنا جاي دلوقتي أقول لك على أشهر 25 مصطلح طبي ممكن تسمعه في حياتك اليومية أو على التلفزيون أو في شغلك أو دراستك المهم لو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تشترك وتعمل لايك ولو من المتابعين المختصر المفيد اكتب لنا رأيك في فيديو النهاردة واقتراحاتك للموضوعات اللي جاية أول مصطلح ممكن تسمعه كتير هو مصطلح بناين يعني ورم حميد وغير سرطاني المصطلح الثاني وهو عكس بناين وهو مليجناند يعني ورم خبيث وسرطاني المصطلح الثاني هو أنتي انفلماتري يعني مضاد للالتهاب زي الأدوية اللي بتقلل التورم والألم المصطلح الرابع هو بادي ماس اندكس والاختصار بي ام اي وهو مؤشر كتلة الجسم وده بيقيس الدهون الموجودة في الجسم بناء على طوله الوزن المصطلح الخامس وهو بايوبسي ودي عينة بتتساحب من نسيج معين علشان يتعمل لها اختبار المصطلح السادس وهو هايبوتينشن يعني ضغط دمه منخفض والمصطلح السابع هايبوتينشن يعني ضغط دمه مرتفع المصطلح الثامن هو ليجن يعني ضرر او علة زي الجرح او التكرح والمصطلح التاسع وهو non-invasive وده بيتقال على اي اجراء طبي مش بيتطلب جراحة او دخل الجسم باي اداة وعادة بتكون حاجة بسيطة المصطلح العاشر وهو outpatient وده المريض الخارجي اللي بيتم فحصه في نفس اليوم ويروح عادي المصطلح اللي بعد كده هو inpatient وده المريض الداخلي اللي بيتم حاجزه في المستشفى المصطلح اللي 12 معانا هو in remission وده مصطلح بيتقال في حالة لو المريض مش بيزداد سوء وبرضو مش متعكدين من شفاءه بالكامل المصطلح التلاتاشر هو membrane وده يعني غشاء وهو عبارة عن طبق ارفيعة من نسيج مارين دوره انه بيتكون غطاء او بيطانع او بيوصل ما بين هيكلين المصطلح اللي 14 هو acute يعني حاد او خطير ولكنه بيستمر لوقت قصير المصطلح الخمستاشر هو angina وده اختناء او زبحة صدرية وهو اللي بيكون في الصدر ومتعلق بالقلب وبييجي ويروح المصطلح رقم 16 هو gastroesophageal reflex disease والاختصار GERD وده مرض ارتجاع المعدي المريه وبيسوي مصطلح heartburn يعني حرقان في المعدة المصطلح رقم 17 هو cellulitis يعني التهاب خلوي زي الخلايا والانسجة المرتهبة تحت الجلد المصطلح رقم 18 وهو epidermis وهي البشرة او الادمة ودي اول طبقة من طبقات الجلد المصطلح التسعتاشر وهو neutrophils ودي اشهر نوع من انواع خلايا الدم البيضة وهي الخلايا المتعدلة المصطلح رقم 20 وهو اديمة وبتسوي كلمة swilling يعني تورم المصطلح رقم 21 وهو embolism يعني انسداد في الشريان او الوريد وبيكون سببه غلطة المصطلح ال 22 هو switchers وبتسوي كلمة stitches ودي غرز الخياطة الخاصة بالجروح المصطلح ال 23 وهو polyp يعني ورم في الغشاء المخاطي واللي بيكون مبطن لمعظم اعضاء الجسم المصطلح ال 24 هو compound fracture وده الكسر المركب والكسر ده هو الكسر اللي بيختارك الجلد والمصطلح ال 25 وهو communicated fracture وده الكسر المفتت واللي فيه العضن بيتفتت لاجزاء صغيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة